بسم الله الرحمن الرحيم من اختزنتها أذهان البراية قبل أن تخطى بالقراطيس كان مواليا لأهل البيت عليهم السلام زاهدا فقيها صلبا في عقيدته ماضيا في سبيلها آثر آخرته على دنياه فنال كرامة الحشر مع الأولياء والصالحين وفي الأثر أكثر من رواية تشير إلى ادعائه الجنون وبقي على جنونه الواهم حتى وفاته سنة 190 للهجرة إلا أن أحدا من العقلاء لم تنطلي عليه حكاية جنونه حتى أن أحد وزراء هارون الرشيد العباسي قال له ما الفضل إلا فيك وما العقل إلا من عندك وما المجنون إلا من سماك مجنونة عنيت به أبا وهيب بهلول بن عمرو الصيرفي الكوفي ما هي حكايته؟ وما أسباب ادعائه الجنون؟ أسئلة بعهدة سماحة الشيخ القادم محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به نرحب به وإياكم مشاهدنا الأفاضل السلام عليكم سماحة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين أيها الإخوة المشاهدون سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته أبو وهيب بهلول بن عمرو الصيرفي من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام ووقع الاشتباه لدى المؤرخين بين أن يكون اسمه وهيب أو كنيته أبو وهيب وحكى صاحب كتاب مجالس المؤمنين أن والد البهلول هو عم هارون العباس الخليف وقد شكك بعض المؤرخين بذلك باعتبار أنه لو كان عباسيا لقيل العباس أو الهاشم ولم يقل الصيرفي على أن المشهور أنه من بني العباس وقد ذكروا لإظهاره الجنون سببين الأول أنه كان يستعمل التقية ما أمكنه ذلك وأراد هارون العباس السعي في قتل الإمام الكاظم عليه السلام ويحتال في ذلك فأرسل إلى حملة الفتوى يستفتيهم في إباحة دمه متهما إياه بإرادة الخروج عليه ومنهم من هؤلاء الفقهاء البهلول باعتباره من كبار الفقهاء والمحدثين فخاف من ذلك واستشار الكاظم عليه السلام فأمره بإظهار الجنون ليسلم والسبب الثاني اللي ذكروا أن هارون العباس أراد أن يولي رجلا القضاء فشاور أصحابه فأشاروا ببهلول فاستدعاه وقال له أعنا على عملنا هذا قال بأي شيء أعينك قال بعمل القضاء قال أنا لا أصلح لذلك قال أطبق أهل بغداد أنك صالح له فقال سبحان الله أنا أعرف بنفسي منهم فإن كنت في إخباري فإن كنت في إخباري بأني لا أصلح للقضاء صادقا فهو ما أقول وإن كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح لهذا العمل فألح عليه وشدد وقال لا ندعك أو تقبل قال إن كان ولابد فأمهلني الليلة حتى أفكر في أمري فلما أصبح تجانن وركب قصبة ودخل السوق وكان يقول توقوا خلوا الطريق لا يطأكم فرسي فقال الناس جن بهلول فقال هارون ما جن ولكن فر بدينه منا وبقي على ذلك إلى أن مات رحمه الله وفي بعض الروايات أن الإمام الكاظم عليه السلام أمره بذلك حين ألزمته السلطة بتولي القضاء لها وفي كل الحالتين نحن نقف أمام نموذج فذ ومميز حيث انسلخ في الظاهر عن عقله وارتضى أن يوصم بالجنون على أن يبيع دينه سواء في الإفتاء بقتل الإمام عليه السلام أو على الأقل بتأمين النصاب للطاغية في ذلك أم في تولي القضاء المجتمل على الخضوع للسلطة والحكم بما تشتهيه وترغبه من سفك للدماء ومصادرة للأموال والتغاضي عن الموبقات ويكشف لنا ذلك عن ارتباطه الوثيق بالإمام عليه السلام بحيث يستشيره في أمر خطير كهذا ومن ثم يفضي إليه الإمام بالحل فيستجيب له ولم يكن عليه السلام في ذلك الزمن الضيق ليخرج عن التقية الصارمة إلا للمخلصين والخواص من شيعته والبهلول منهم وقد بقي رحمه الله طوال عمره ينضح تشيعا وحكمة رواها القاصي والداني ومن عجيب ما روي عنه ما نقله محمد بن جرير بن رستم الطبري أنه روى في كتاب الإضاح أن البهلولة كان مارا ببعض أزقة البصرة فرأى جماعة يسرعون في المشي أمامه فقال لرجل منهم هؤلاء البهائم الشاردون بلا راع إلى أين يذهبون فقال له ذلك الرجل من باب المزاح يطلبون الماء والكلأ فقال البهلول كيف ذلك مع قلة الحما والمنع الشديد والله لقد كان العلف كثيرا رخيصا ولكنهم أحرقوه بالنار ثم أنشد هذه الأبيات برئت إلى الله من ظالم لصبت النبي أبي القاسم ودنت إليه بحب الوصي إمام الورى من بني هاشم وذلك حرز من النائبات ومن كل متهم غاشم بهم أرتج الفوز يوم المعادي وآمن من نقمة الحاكم ونلاحظ أن الرجل إنما دفع حياته كاملة ثمنا لفهمه وبصيرته وكثير من الأحرار يدفعون هذا الثمن الباهظ فليس من السهل على الإطلاق أن ينقلب المرء بين ليلة وضحاها من عالم نحرير له حضوره وتميزه داخل مجتمعه إلى مجنون يدور في الأزقة وأصعب من هذا أن يستطيع أخذ القرار الخطير هذا باطمئنان وسكينة وثقة بما في يد الله وإطاعة لإمام زمانه وليس هذا فحسب بل أن يثبت على قراره ردحا ليس باليسير من الزمن لذلك نحن نعتقد أن بهلولنا كان شخصا مميزا نير البصيرة قوية الإرادة والشكيمة لا تزلزله الخطوب ولا يستفزه إبليس بخيله ورجله ولا تلقي به نفسه الأمارة بالسوء في أودية المهالك وأزقة الضلال وقد حمل في قلبه رحمه الله كل الرحمة ومكارم الأخلاق حتى صنع من أذيته مادة للترفع فقد حدث عمر بن جابر الكوفي قائلا مر بهلول بصبيان كتاب فجعلوا يضربونه فدنوت منه فقلت لما لا تشكوهم لآبائهم قال لي أسكت فلعل إذا مت يذكرون هذا الفرح فيقولون رحم الله ذلك المجنون وكان يتحمل ذلك الأذى الشديد وهو في حالة وجل من أن يمكن من نفسه فقد قال بعض أهل الكوفة له عدى بهلول بين أيدي الصبيان وهم يرجمونه بالحجار فدخل دارا وصعد سطحها واتطلع عليهم وقال يا بني الفجار من أين بلان الله بكم فقال له رجل ويلك تناول الحجارة وارجمهم تناول الحجارة وارجمهم بها وفرقهم عنه فقال مر يا مجنون إن أنا فعلت شيئا من هذا رجعوا إلى آبائهم التيوس فقالوا لهم هذا المجنون بدأ يحركوا يديه فيجب أن يغل ويقين فإن في ذلك أجرا عظيمة فلا يكفيني ما ألقاه منهم حتى أغل وأقيت القضية على بساطتها تكشف أنه كان موضع تربص من قبل السلطة وتكشف عن أنه دقيق النظر بعيد الملاحظة يحسب للأمور حسابها على المدى الطويل وهذه صفات كبار العقلاء وليس المجانين وكان على علم وافر حاضر الجواب قوي الحجة فقد حضر مجلس والي البصرة محمد بن سليمان بن عم هارون وفي المجلس عمر بن عطائن العدوي من علماء ذلك الزمان بناء على طلب من الناس ليناظره وهنا نجد أن الناس رغم ادعائه الجنون فهم يثقون بقوة مناظرته وحجته فلما وصل إلى الدار قال السلام على من اتبع الهدى وتجنب الضلالة والغوى فقال عمر بن عطاء السلام على المسلمين اجلس يا بهلون فقال أتأمرني بشيء لا مدخل لك فيه وتتقدم فيه على رجل فضله عليك ظاهر ومثلك في هذا الباب مثل رجل طفيلي على خوان رجل آخر ويريد أن يمتن على الناس ويعطيهم من هذا الخوان فبقي عمر بن عطاء مبهوتا لا يحير جوابا حينئذ قال محمد بن سليمان لعمر بن عطاء كنت تريد أن تناظره وهو في حديث الورود جعلك ساكتا مبهوتا ثم أذن سليمان له بالجلوس فقال له عمر يا بهلون إما أنت تسألني أو أسألك فقال لا أحب أن أكون سائلا ولا مسؤولا فقال العدوي لماذا قال لأني إذا سألتك عن شيء لا تعلمه لا تقدر أن تجيبني عنه وإذا سألتني تسألني بطريق التعنت والعناد فيختلط الحق بالباطل والذين هم كذلك نهى الله تعالى عن مجلستهم بقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوض في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فقال العدوي إن كنت من أهل الإيمان فقل لي ما هو الإيمان هنا أخرج البهلول مكنون نفسه فقال قال مولاي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الإيمان عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان فقال العدوي تقول إن إمامك الصادق فيظهر من هذا أنه في زمانه لم يكن صادق غيره فقال بوهلول هو كذلك ومع ذلك فهو يجري عليك فإن جدك سمي أبا بكر الصدق فهل في زمانه لم يكن صديق غيره فقال العدوي بلى لم يكن غيره فقال بوهلول كلامك هذا رد على الكتاب والسنة أما الكتاب فلأن الله تعالى جعل من آمن بالله ورسوله صديقا فقال والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون وأما السنة فلأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبعض أصحابه إذا فعلت الخير كنت صديقا فقال العدوي إن أبا بكر سمي صديقا لأنه أول رجل صدق الرسول صلى الله عليه وآله فقال بوهلول مع أن الأولوية ممنوعة فإن تخصيصه بذلك خطأ في اللغة ورد على الآية المذكور فترك العدوي هذه الجهة وجعل ينتقل من غصن إلى غصن إلى أن قال للبوهلول من إمامك؟ قال إمامي من أوجب الرسول له على الخلق الولاء وتكاملت فيه الخيرات وتنزه عن الأخلاق الدنيات ذلك إمامي وإمام البريات فقال له العدوي ويلك إذن لا ترى أن إمامك هارون الرشيد فقال البوهلول أنت لأي شيء ترى أن أمير المؤمنين خالم من هذه الصفات والمحامد والله إني لا أظن إلا أنك عدو لأمير المؤمنين مخالف له في الاعتقاد وتظهر الاعتقاد بخلافته وأقسم بالله لو بلغه هذا الخبر لأدبك تأذيبا بليغا فضحك عند ذلك محمد بن سليمان وقال لعمر بن عطاء والله لقد ضيعك بهلول وجعلك لا شيء وأوقعك في الورطة التي أردت أن توقعه فيها وما أحسن بالإنسان أن يبتعد عما لا يحسنه وما أقبح به أن يدخل في شيء يعلم أنه ليس من أهل ولم يألو البهلول جهدا في أن يحكم مواعظه حتى بوجه هارون الرشيد العباسي فقد حكى الفضل بن الربيع قال حججت مع هارون الرشيد فلما صرنا إلى الكوفة وكنا في طاق المحامل إذا نحن ببهلول قاعد يلعب بالتراب فابتدر إليه الخدم فطردوه فأسرعت إليه وقلت هذا أمير المؤمنين قد أقبل فلما حاذاه الهودج قام قائما وقال يا هارون حدثني أيمن بن نائل قال حدثني قدام بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله بمنا على جمل أحمر تحته رحل رث ولم يكن ضرب ولا طرد أي لم يكن أحد يضرب ويطرد الخلق من بين يديه فقلت يا أمير المؤمنين إنه بهلول المجنون قال قد عرفت قل يا بهلول وأوجز قال يا أمير المؤمنين من رزقه الله مالا وجمالا فعف في جماله وواسى من ماله كتب عند الله في ديوان الأبرار فظن هارون أن عليه دينا فقال قد أمرنا أن يقضى عنك دينك قال لا تفعل يا أمير المؤمنين لا يقضى دين بدين أردد الحق إلى أهله فجميع ما في يديك دين عليك فقال قد أمرنا أن يجرى عليك نفقة قال لا تفعل أتراه أجرى عليك ونسيني والجدير بالذكر أن البهلول قد جعل من قبل بعض المؤرخين شاخصا يعلقون عليه كثيرا من الأكاذيب كما وضعوا على جحى كل ما فيه سخف وعلى أبي نواس كل ما فيه مجون وعلى مجنون ليلة كل شعر فيه توجد من هنا وجب على كل باحث أن يكون دقيقا فيما ينقله عن سيرته لأن بعضها حتما مجاف للحقيقة وبكل الأحوال لو لا خوف الإطالة لأمكننا التحدث عن البهلول في حلقات كثيرة بيد أننا اكتفينا بهذا القدر على أمل أن نكون قد وفينا ببعض من حق هذا الرجل الاستثنائي وفيتم الله سماحت الشيخ نسأل الله ذلك سؤالنا لكم سماحت الشيخ هل شفعت يعني للبهلول عباسيته فرفع عنه السيف لا لم تكن عباسية البهلول لتشفع له على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد أولا في شك بكونه عباسي وإن كان المشهور أنه كذلك ثانيا منذ متى في الأنظم السلطوي يكون هناك نسب ما في نسب هارون العباسي نفسه شو قال له ابنه المأمون لما اندخل إلى المدينة حاجا دخل أمر طبيعي اللي بيجي من العراق بدي يمر على المدينة يحرم من المدينة فمن جملة من وفد عليه الإمام موسى بن جعفر فلما انقيل له إن الإمام موسى بن جعفر بالباب قال أدخلوه وليدخل بدبتي على بساطي دخل قال يا عبد الله يا محمد يا أحمد أوموا ولده استقبلوا عمك دخل عليه لاطفه هارون جدا ثم عندما غادر الإمام قال له يصلك برنا إن شاء الله بيصلك مصاري قال له للإمام يعني لما تحتاج شو وجه احتياجاته قال عندي بني هاشن بدي يزوجهم بدي يكثر هذا الناس الناس الرسول الله مولى إلي ولم يطلب الإمام هو ابتدأه فقال إن شاء الله يصلك برنا وكان يعطي مئة ألف ومئتين ألف دينار لكل من يأتي من أبناء المهاجرين والأنصار عم يوزع يعني الرجل رائع على الحاج بيعتبر أنه بده يقوم بفولكلور معين يغطي به على مظالمه ولما نوقف الإمام بده يمشي قال لأولاده أركبوا عمكم سووا عليه ثيابه ورافقوه إلى بيتي يعني بعد ما يطلع على دابته الإمام بيسووا عليه ثيابه والأولياء العاهد بتوصلوه عبيته فساروا في ركاب الإمام مشيت رجع المأمون زكي ما سألوا قدام الناس لبيه نطر إلى أن غادر من مكي بعت له خمس تلاف درهم للإمام قال عذرنا انتهت يعني قل ما بين أيدينا من النفق نعم قال يا أبتي رأيت عجبا بتكرموا بتدعونا امشوا وراه سووا عليه ثيابه وبتعطي لمن هم دونه مائة ألف دينار وخمسين ألف دينار ومائة ألف دينار وإلو خمسة آلاف درها قال يا بنيا لا آمن إن أمن هذا الرجل وشبه هو هك باعتقاده لمعطر يعني بس يكون عنده تعطير فكري واحد هذا شحار يسموه شحار فكري بيتصور أن الإمام يحتاج إلى نفق ليثور عليه لا آمن أن يقف على رأسي بمائة ألف سيف هذا إمام الخليقة في الباطد وأنا إمامهم في الظاهر قال طيب عطي حقه قال ويحك لو نازعتني الذي أنا فيه لأخذت الذي فيه عين وصلت إلى هذه الكلمة لأقول لك لا يوجد عباسي في الحكم ولا يوجد نسب في الحكم أو لم تتفخر العرب بالنسب سماحة الشيخ نعم أو لم تتفخر العرب بالنسب تتفخر لكن أن يصل النسب يا أستاذ أحمد إلى أن تقيمن عن هذا الكرسي شغل صعب لا أنسى المأمون أولم يقتل الأمين أخاه أولم يقتله وبلغت الوقاحة حد أنه جاء له برأس أخيه فوضع فلم يقبض الجند رواتبهم إلا من يلعن هذا الرأس بده يتبر منه إجا جند كردي ما بيفهم مين الخليفة قال ملعون هذا الرأس وملعون أبوه وأمه وأخوته جميعا فاستحى المأمون فأنزل رأس أخيه قتل أخاه فوين بيقع البهلول هنا شفع له أمر أنه مجنون في نظر الناس وأن يقتل الخليفة في أوج مجده مجنونا يوجب عليه سبة يعني لا أضرب مثل الآن قد نكون عم نتفرج على نشرة أخبار في آخر النشرة بيحطوا مثلا أحداث من العالم قد نجد شخصا يضرب آخر آخر إثنان اقتتل لكن شو شعور الناس إذا وجدتم شخصا بصيرا يضرب شخصا ضريرا مباشرة نتعاطف مع الضرير ما رأيكم إذا وجدتم شابا يضرب كهلا شيخا على العكاس ما رأيكم لو شاهدتم سليم الجسم يضرب رجلا على العجلات يعني معوق في قدميه مشلول هنا تتعاطف الناس مع صاحب المحني مع صاحب الضعف طيب المجنون أضعف خلق الله صور لأن تكون ماشي فتجد الناس يقتلون مجنونا شو بتقول له عايب استحو لو شو معي من استحو فهالنظرة كان يتوقاها هاي اللي شفعت له مش عباسيته شفع له أنه بنظر الناس مجنون حتى لو لم يصدقوا في داخلهم أنه مجنون سيطعطفون معه أنه لماذا يقتل الخليفة المبسوط اليد لكان يخاط بالسحابة أينما تذهبين يأتيني خراجك لماذا يقتل مجنون هل أمر تحرز منه هارون العباسي نعم مشاهدين الكرام نعود لنلقاكم بعض وقفة قصيرة نستأذنكم بها لمتابعة سائر حلقة اليوم من أوفى الأصحاب كونوا معنا كرما لأمر أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج أوفى الأصحاب نتابعوا فيها وإياكم وسمحة الشيخ سيرة حياة البهلول سماحة الشيخ يعني ما المقصود من عبارة البهلول بقوله كان العلف رخيصا فأحرقوه بالنار كان العلف رخيصا فأحرقوه بالنار القصة أنه ماشي لا الناس ماشي فسأل أحدهم قال إلى أين يذهب هؤلاء البهائم سمع هلأ لما نسمع منه كلمة بهائم أراد أن يستمر معه في المزاحدة الشخ قال إلى حيث الماء والكلأ يعني إلى المرعة قال قد كان العلف رخيصا فأحرقوه بالنار هلأ وين رايحين والحمى منيع ما فيه نفوته شو بيؤصد بيؤصد قول الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق والطريقة هي ولاية علي بن أبي طالب عندما انحرفت الأمة عن ولاية علي أحرقت ما ينتجه الماء الغدق أحرقت خيراتها حتى الدنيوي لأن العديل كما يعرف الجميع توجب رخاءا اقتصاديا أولم يروي الرواة أن رجلا في جبال طالقان في خلافة عمر بن عبد العزيز عندما شاهد أن الذئب لم يعد يقترب من شياته فسأل قالوا مات خليفي ونصب خليفي قال لعله ملك عادل لأنه ما عاد نزل الذئب على غنمي فيوم من الأيام هجمت الذئب على غنمي قال لعل الملك العادل قد توفي بالفعل هذا ما يرونه إن دلت الرواية تدل على أن العديل ولو في حدها الأدنى تحقق رخاءا اقتصاديا وأن لو استقاموا على الطريقة على الطريقة إذن هي طريقة معهودة يعرفها المسلمون مش لو استقاموا على طريقتنا أو على طريقة فضلة لا على الطريقة الألف لام لام العهد العهد العهدي بيسموه فأشار إلى هذا وتمثل بأبيات شعط يمدح فيها عليا الوصي شوف الحكم كيف يستطيع هذا الرجل المتجان أن يقول به بالفعل لو حكم علي عليه السلام في منهجه كما قال عنه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب عندما ضرب قال والله لو وليتها أبا الحسن لأحملهم على المحجة البيضاء كلهم بيعرفوا أنه يحملهم كانت حجته في ذلك أنه وترى العرب بقتله ما بدي أعمله مشاكل خليه أهد بيته بدون من ساوي له مشاكل هذا رائي بالنهي لسنا في صدد مناقشته وتفنيده لكن هو يعترف بأن أبا الحسن يحمل الناس على المحجة البيضاء وبالتالي لأكلوا من فوق أيديهم ومن تحت أرجلهم أشار البهلون إلى أن الناس أحرقت على فهبيتها سماحة الشيخ كيف يمكن أن تشرح لنا ولمشاهدين الكرام كيف ثبت البهلول على أو قرار البهلول بثباته على جنونه ولم يمكن من نفسه أيضا شوف مرأة البهلول بثلاث مراحل مرحلة أخذ القرار ومرحلة الثبات على القرار ومرحلة أن لا يضيع ما بناه أضرب لذلك مثلا عندما يأتي شهر الله شهر الصيام شو بيصير عند المسلم يأخذ قرارا بالامتناع عن الأكل والشرب وكل المفترات صح؟ صح يقدم على ذلك باختياره أخذ قرار أنا عبكرة بدي صور في ناس يغلبهم فسقهم بيقوم الصبح وين الجهوة وين الشاي وين الريوب وين الأكل وين فيعود عن قراره هاي مرحلة تانية مرحلة أخذ القرار ومرحلة الثبات على القرار أن تثبت على قرارك بالصيام من الصبح إلى المغرب بعد المغرب شو بتقول ابتلت العروق ذهب العطاش وثبت الأجر إن شاء الله شو عم تتوخى؟ عم تتوخى الأجر البهلول أخذ قرارا أن يكون مجنونا تفضلوا أخواني المشاهدين جميعا من يستطيع أن يأخذ قرار أن يتجانن؟ أولا قرار صعب كثير رجل عالم مرموق يشار إليه بالبناء تخفق خلفه النعال بيمشو وراء تلميزو فجأة يركب قصبة في أزقة الكرخ ويدور بها من حي إلى حي يعني أعز ما أملكه أعز ما وهب من الله وهو العقل فأخذوا قرارا بتجميد العقل أمام من ينبغي التجميد أمامه وتعسن لدولة تجنن عقلاء ما بيقولوا واحد جننتني إيه جننه؟ هذا النظام السياسي الذي يفضل الرعاية فيه الجنون على ما يمكن أن يأتيهم من البلاط هذا ليس نظاما سياسيا هذا نظام قمعي بكل ما للكلمة من معنى ونظام لا يمت مش إلى الإسلام بصلة إلى الإنسانية بصلة الذي يجعل من عباقرته يرتضون الجنون أخذ قرار بالجنون وهو قرار صاب وثبت على قراره عشرات سنين مو يوم واثنين سنوات ما بدي أقول عشرات عشرات تعني ثلاثين فما فوق يمكن لأنه ما عندنا تاريخ دقيق بس سنوات حتما بقي سنوات وهو متجان وبنفس الوقت لم يكن ليمكن من نفسه يعرف السلطة ناطرة ويعرفون أنه ليس مجنون ويعرف أنهم يعرفون أنه ليس مجنون لكنه لن يمكن من نفسه قضية البصرة قضية الأولاد اللي رجموا بالحجارة جبتها أنا لا أؤكد أنه كان بعيد النظر طيب رجموك بالحجارة طلعت على السطح على الحائط قال له طيب رجموك كما يرجموك قال مر يا مجنون وانت المجنون هلأ يذهبون إلى أبائهم التويوس فيقولون رجمنا المجنون فيذهبون إلى القاضي يتظلمون يقولون هذا مجنون إما بتحطوه بالبيمارستان مكان المجانين وإما تغلون يداي بيمشي بس يداه مغلولتان لا يستطيع أن يضرب أو أن يتحرك بسهولة فإن في ذلك أجر والثواب عظيم قال له ما بيكفيني اللي أنا فيه حتى تغلى يدي أو تربط قدمي يعطوني متر متر إقدر أتحرك نعم رجل لم يمكن من رقبته ولو على هذا المستوى أضف إلى الترفع أنه معلش بكرة بيتذكروني بس يكبروا وبيقولوا رحم الله ذلك المجنون كان يدخل الفرح إلى قلوبه صور يصنع من نفسه مطية لفرح الصغار هذا إن دل دل على إنسان مرهف حرام حرام أن يصنع به هكذا ويا ليته ترك إلى فقاهته لكنا وجدنا مؤلفات مصنفات ما عاد استرجع صنف المسكيني حتى لا يقال مجنون وتصنف بشو بده يصنف صحيح على أيها طب سمحت الشيخ استعمال البهلول للحجة في إيقاع الخصم وليس في إيقاع نفسه هل هذا الأسلوب ممدوح عادة؟ هذا قد يكون بالنسبة لك ولي غير ممدوح قد يكون يعني أنا أضع حفيرة وأقود الخصم إليها بطرق ملتوية حتى يقع فيها هذا مخالف لا أقول للشرع إذا كانت حجتي قوي بأي مجال فيني استعملها لكن مخالف للأدب الترفعي أنه بدك تناظرني وتجادلني لا توقعني لا تلقني أرضا أما مع البهلول ما بيقدر ناظر بحجة واضحة بينة مباشرة لأنه سيقال هذا كلام مجنون هذا كلام مو مجنون فلا بد من أن تشوب حجته يشوب حجته شيء من مزاح شيء من خروج عن المألوف في أدب المناظرة كي يبقى له سمة الجنون التي يحرص على إبقائها عليه خوفا على نفسه وإطاعة لإمامه من هنا نجد أسلوبه أسلوب محبب لأنه يشتمل على المزاح من جهة على التخلط والتخبط من جهة أخرى ومع ذلك كان يوقع الخصف ووقعات قوي جدا كما حصل مع بن عمرو هذا الأسلوب قد يكون وضعا للشيء في نصابه الصحيح وبالتالي لا أرى أن البهلول أخطأ في ذلك بل هذا لزوم عدة شغله كمجنون كمتجانب طيب سمحت الشيخ يعني هل يعتبر بالإجمال كل ما نسب إلى البهلول يعتبره صحيحا آه هون بدأت تتطرق إلى بحث أخر بتجي بتشوف في وقائع نسبت للبهلول مع شخصيات لم يكن معاصرا له طب كيف نسب إلى البهلول السكن ردحا طويلا في بغداد وذلك غير صحيح سكن الكوفة والبصرة أكثر مما سكن في بغداد ينسب إلى البهلول أنه كان من جرأته يدخل فينام في غرفة الخليفة ومخدعه هذا أيضا مش وارد شوف الناس تحب أن تجد شماعة تعلق عليها قصصها وما ورد في وجدانياتها الشعبي أنت تعتقد أن جحة كان كذلك أن نوادر جحة تبلغ الآلاف طيب أنت تعتقد أن الخمريات عند أبي نواس كلها له أو نسبت إليه الصوفيات عند جلال الدين الرومي كلها له أو نسبت الأشعار التي نسبت إلى ابن عربي في التصوف وما سمي بالعرفان وما شاكل ذلك كلها أو نسبت إليه عندما يبرع الإنسان في فن ما يصبح شماعة يمكن أن الناس أن تمرر من خلاله روايات جارت معها وتلسقها لأنه أصبح إسما شعبيا أضرب على ذلك مثلا تفضل مرة بتساوي ريبورتاج صحفي ويعرض على قناة موزنبيق الوطني طيب كم يشاهدك من الناس مع أنه ريبورتاج مهم ومحكم وتعبين علي حضرتك ومرة تعرضه على قناة ما بدي أعمل دعاية افرد افرد قناة سينة التي يشاهدها مثلا الملائي ويكون لمشاهدتها واقعا وإلا المليارات يشاهدون التلفزيون الصيني بس شو شو بيستفيد واحد منهم صيني يشتكي إلى صيني ما بتخرج برات أسوار الصيني صحيح البهلول أصبح اسما لامعا في عالم التجان فكل قضية تتناسب وهذه الشخصية كانت تلسق به مع أنها مجافية للصواب وهذا له مردود سلبي عليه لأنه في بعض القصص تظهر أنه بدون دين إلى دين وهو صاحب دين دينه الذي أجنه أو جعله يتجان نفس الكلام بتشوف مثلا أبو نواس يلسق به كل خمريات شعر بتشوف مثلا مجنون ليلة كم وكم نسب إليه من شعر التوجد بليلة مع أنه لا ننكر أنه كان متوجدا بليلة لكن ليس كل ما نسب إليه صحيح هنا ينبغي أن نلتفت إلى أن كل روي وردت عن بهلول الصير في أو الكوف ينبغي أن توضع في غربال الحقيق لأننا الباحثون عن الحقيق لا نريد غيره نعم نعم مشاهدين الكرام من حكم أعقل من ادعى الجنون يا من تمتع بالدنيا وزينتها وشغل نفسه بملذاتها تقول لله ماذا حين طلقاه نلقاكم غدا إن شاء الله مع موضوع جديد من أوفى الأصحاب رفعك سماحة الشيخ القادم محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به تقبل الله أعمالكم مشاهدين دمتم في أمن الله وأمانه